مجلس محمد بن زايد عجال المستقبل مجلس محمد بن زايد عجال المستقبل بقوة الشباب وطاقتهم وقدرتهم على المساهمة في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات وأصبح هذا المجلس بمثابة جسر يربط قادة دولة الإمارات بشبابها عبر برنامج جسر في تحفيز قدرات قادة المستقبل من شباب الوطن على التفكير والابتكار لمواجهة التغييرات ومواصلة الازدهار هذا العام يحقد مجلس محمد بن زايد لأجال المستقبل في ظل ظروف جديدة عنواننا والموضوع الأول في البرنامج هو عالم متغير شهد العالم في عام عشرين تغييرات لم يسبق لها مثيل أوجدت بيئات مختلفة للعمل والحياة والأفراد والأسر والمجتمعات والدول بشكل عام وتسعد دول الرائدة مثل دولة الإمارات إلى استشراف المستقبل وانتهاز الفرص الكامنة من خلال إطلاق العنان بإمكانات شبابها والتسلح بالابتكار المستمر وقد تواصل ديوان ولي العهد خلال الفترة التي سبقت هذا المنتدى مع ثلاثة آلاف طالب جامعي تقريباً داخل الدولة وخارجها تعرضنا فيها على أمالهم وطموحاتهم وأيضاً مخاوف جيل الشباب الذي يعاصر هذا المشهد العالمي الجديد ما هي توقعتهم للمستقبل وأين تكمن معظم الفرص حسب رأيهم وكانت نتائج الاستطلاع مثيرة للاهتمام حيث يرى الشباب أن العالم سيواصل التغيير ويعتقد معظمهم أن هذا التغيير سيكون للأفضل في حين يرى البعض أن التغيير سيكون للأسوأ إلا أن ثلاثة من أصل أربع شباب يرون أن العالم سيشهد تغييراً جذرياً في الخمسين عام القادمة اجتماعنا خلال فهر فبراير من خلال مختبر اليوبيل والذي كان منصة رقمية تفاعلية هدفها التواصل بشكل أكثر عمقاً وإبداعاً مع 120 من الشباب المتميز المبدع من صناع المستقبل وخلال ثلاثة أيام على مدى 12 ساعة عملنا معاً وناقشنا ما هي آمالهم طموحاتهم وخافهم ومصادر القلق لديهم بالنسبة للمستقبل ويستعرض هذا الفيديو محطات من مختبر اليوبيل الذي سبق المنتدى اشتركوا في القناة المترجم للقناة الترجم للقناة اشتركوا في القناة تتركيا الأنفخة الدرسية. المتحدد الدرسية., التغيير العدم. اشتركيا الثانية لوحنا ننسبة مقاومة. ونحن نعتقد أن لاحقه بإستقال تقلق. لكن كيف نتواجد أن أدنك أو لأن أينعك الأولى المتحدثين حقوقت نحن؟ نحن نحن نكتلك. أمثل الأمثل الثانية التي نستعمل المتحددين لا ندربة في المتحدث في الوعfight. النات العديد الدرسية الثانية لدينا أراده في حالة حالة ويوجد الناس في وزوجة مباشرة الإعادة هي ميزة ، أم لا تشعر الأموات ، ويستطيع الإشارة التي تنظرها ويستطيع الإشارة التي يخطبها في الناسات نحن نمج المتعليم، نمجنا بشكل عاملات، نمجح الإجتماعات وشتركوا في المناطق وغيروا في المدينة في الآن لنظر بنا نكتب رؤية التشغيل بالتغرير كنت نبدأ من الانتقاط التعليم أم الفرن أفدل أن الانتقاط التقنية أخبر الانتقاط التعليم واللخمت من المؤثر من الانتقاط التعليم ليس مثل داخل العربية تجارية ولكن يكون ربما تحاول إلا تحاول إلا تحاول مجتمع التحاول من المشكلة تحتاج إلى مضع جيدة و تجربة تحاول كيفية، تحاول منك لجب و اجتماعك ما نريد أن نعام معنا، ما نريد أن نحن 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 جددًا سنكون في أجل سننوي بمكتب و تقرأنا من الأمر في القناة أو الأنغار في عدم في 2071 ما يجبنا نفرحنا ما يجبنا نفرحنا إذا أجب تحديد أن تحديد مهمة أريد أن تحديد أجل هذا مجلس لأجلس الجميع في الربك كانت سمع في التعاوني قوة أن يكون في الأجل الملح ونرأة طريقة هذا التعب فعله أنت تسجل أكثر من أجل الأجل بيجانبت عمله في حقيقة كيف يمكن أن يكون فيه بأن أدفع في المقابلة الموجودة ليس لطلع للسرعة والمكتب والمعارضة ويجب أن يدفع في تركيا التقليل والمقابلة الموجودة 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 ومفتحًا لما وإنهاء أخبارات المجودة الموجودة أنا أعصب أن تكون هناك المكان للحق الأقلقاء فعله الفضل وكذلك لتفاعله إذا كنت أصدقائك، يمكننا أن نؤمن فيك، ونؤمن فيك، ونستطيعنا إن شاء الله أسعد الله صباحكم بكل خير اسمي محمد خليفة النعيمي من مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد أبوظبي كما لاحظتم قمنا بتعديل صيغة مجلس محمد بن زايد لأجياء المستقبل في عام 2021 وفضلنا الإعداد للمنتدى من خلال عقد تجارب تفاعلية مع الشباب وشمل مختبر اليبيل لمجلس محمد بن زايد لأجياء المستقبل مات صانع مستقبل وهم أشخاص من أعماركم للمساهمة في صياغة أفكار جديدة نحن فخورون للغاية بمشاركة أفكارهم اليوم ضمن ما يسمى خريطة المجلس للمستقبل وبات بإمكانكم حالياً تحميل المحتوى عبر موقعنا الإلكتروني تستعرض خريطة المجلس للمستقبل أفكار الشباب حول أهم المواضيع وأبرزها التي تهمهم وقد غطت الفعالية في نسختها الأولى أربعة مواضيع سنتناولها في جلستنا لهذا اليوم وهي أكثر استدامة وتقدماً وقوة فرص جديدة للخمسين عاماً القادمة العوالم الرقمية وأبطال الابتكار وأساليب جديدة للتعلم نسعى لمواصلة فهم أولوياتكم ووجهات نظركم لذا ندعوكم عبر شاشتكم للإجابة على السؤال التالي ما هو أكبر تغيير سببت جائحة كوبيد-19؟ ستجدون على شاشتكم تعليمات حول كيفية التصوير وستتم جدولة النتائج وعرضها في الساعة الأخيرة اليوبيل الذهبي للدولة الإمارات العربية المتحدة هو فرصة جديدة لتجديد عهدنا جميعاً في تطوير مجتمعنا الشباب يجعلون المستحيل ممكن وهي سمة حاضرة في نسيج المجتمع الإماراتي ولعل تكفيكم جميعاً مع سياسة التعلم عن بعد هو مجرد مثال على قدراتكم على تحقيق النجاح أياً كانت الصعب وينعكس هذا التفاؤل في استطلاع الرأي الذي أجريناه بنهاية العام الماضي بمشاركة أكثر من ثلاثة ألاف طالب وطالبة أن محاولة التأقلم مع الواقع الجديد تفتح آفاقاً جديدة لتحقيق الازدهار وتفاؤلنا هذا مستوحى من قيادتنا الحكيمة ومن التزامنا تجاهكم أنتم شريحة الشباب اجتماعنا اليوم يعكس إيمان القيادة الإماراتية بأهمية دوركم الحيوي في صياغة المستقبل خلال الخمسين عاماً القادمة نسعى لإبقاء باب الحوار مفتوحاً مع الشباب في دولة الإمارات من خلال خريطة المجلس للمستقبل سنواصل تطوير هذه الفعالية بالاعتماد على طاقة صناع المستقبل ودعم شبكة شركائنا الذين بدأوا حالياً باستضافة محادثات جديدة مع صناع المستقبل إلى أكثر من عشر تلاف شاب وشابة يشاهدوننا اليوم أقول انضموا إلى صناعة المستقبل ساهموا في رسم ملامح الخمسين عاماً القادم يقدم الوضع الجديد فرصاً جديدة للشباب في دولة الإمارات سواء من حيث طرق التعلم الجديدة أو ظهور الأولويات المختلفة ما هي المهارات الأكثر طلباً في المستقبل وكيف يجب أن نواجه الضغوطات والقلق بشأن المستقبل ما هي نصائح الخبراء للتأقلم مع الواقع الجديد في الساعة التالية سيناقش وزير التربية والتعليم والرئيسة التنفيذية لمنصة هاب سابنتيون المهارات التي نحتاجها مستقبلاً كما سيشاركنا أحد أهم الخبراء العالميين في مجال التطوير المؤسسي وتطوير الذات نصائحه حول سبل تعزيز صحتنا النفسية وسنختتم الجلسة بعرض موسيقي يقدمه مهرجان أبوظبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة